بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والسلام علي سيدنا محمد وعلى الله. صاحبه وسلم. اهلا بكم. هل طلبة بيزheen ذنبقنك عن كيفية استعادة جميع محادثات الواتساب الخاصة بالاي فون من جوجل درايف. هنشوف بترى بسيطة زي لكتة تستعيد جميع المحادثات بتاعتك من الجوجل درايف الخاصة بجهاز الاي فون. فتع cours مع بعض رحierte نال المكتب وتعرف على كيفية استعادة الجميع محادثة الواتساب للايفون من الجوجل بترقى السهلة بطريقة بسيطة وكمان بضغطة واحدة. ودلوقتي هنبدأ نشوف مع بعض زينا كنت تتنقل جميع محادثات اللي موجودة عندك في النسخة الاحتلاطية على جوجل لجهاز الايفون. كل اللي هي هتخش على الرابط اللي موجود في سندوق الوصف وهنحمل اداة جميلة جدا هتنفك لك الرابط بتاعها هي اداة ايتوب لوب. اداة جميلة جدا تقدر من خلالها كنت تعمل تحويل جميع النسخة الاحتلاطية بتاعتك اللي موجودة على جوجل للايفون. بعد ما تخش على الرابط هتطلقنا على كلمات فري. الجميل في الاداة نبتشغل على جميع عظيمة التشجيز زي ويندوز سيفين وايت ويندوز تين ويندوز ايليفين كمان. حجمها صغير كمان حوالي تلاتة ميجا. هنبدأ نخزنها وليكن عندنا على ونضغط هنا على وبدء التحميل عشان تبدأ تتحمل عندنا على طول. بعد ما تتحمل عندك الاداة كل اللي عليك عشان تبدأ تشغلها ده بالكليك عليها. بعد كده كل اللي عليك هتضغط هنا بالشكل ده وتبدأ تختار اللغة اللي عايز يكون عليها الاداة. في لغة كترة جدا فيها. للاسف يا مش دعم اللغة العربية لكن في الانجليزية والفرنسية وبعض اللغة التانية. انا اختار اللغة الانجليزية اخليها على اللغة الانجليزية زي ما هي. انجليزية وبعد كده اضغط هنا على وتبدأ تثبت معي الاداة على طول. تمام كده خلاص بيردنامج فتح معنا وزي ما انت شايف دي وجهة البردنامج وجهة سعلى جدا وبسيطة. البردنامج فيه اكتر من حاجة جميلة جدا يعني على سجل المثال تقدر تنقل جميع المحاسات بتاعتك من جهاز ايفون لجهاز اندرويد او العكس بتلقى سعلى جدا. كمان على سجل المثال انت مسلا كنت عندك جهاز ايفون قديم مسلا وبعد كده اشتريت جهاز مسلا فايفتين. وحبيت تنقل جميع المحاسات الكادية على الجهاز القديم توديها على جهاز جديد. تقدر برضو بكل سهولة. كمان لو انت كان عندك جهاز اندرويد وبرده اشتريت جهاز مسلا جديد. وايفون فاي فتين. وحبيت انك انت تنقل المحاسات بقى اللي كانت موجودة على الاندرويد توديها على جهاز الايفون. بس المحاسات دي طبعا موجودة على طبعا انت عارف ان ان value upp بتاع جوجل لو فتحت جهاز الايفون ودخلت مع جوجل مش هتلاقي اي بك آب خالص. لكن على الاندرويد بيكون موجود الباك اوب على الجوجل درايف فهنشوف معها بعد زي ان انك انت تحصل على المحاسات بتاعتك اللي كانت موجودة على جوجل درايف على جاهز مثلا اندرويد تقدر توديها على جهاز الايفون كل عليك هتختار هنا جوجل درايف ضغطة بالشكل ده وايبدع بعد كده زي ما انت الشايف يدخل لك على الصفحة دي كل عليك باقي انك انت هتضيف وايميل والباسورد بتاع الجوجل درايف اللي انت كتن موجودة عندك هتبدأ تحديiah الايميل والباسوارد وتعمل لهم تحقق عشان يكمل لك بقية الخطوات بعد كده. هنضيف الايميل. بعد ما بتضيف الايميل بتاعك بالشكل ده كلها هي تغطينا على التالي. ضغطة بالشكل ده. بعد كده هتبدأ تضيف الباسوارد بتاعك. وبعد ما بتضيف الباسوارد بتضغطينا على التالي. مرة تاني. هيبدأ دلوقتي يبعت لك كوت تحقق. هتبدأ انك انت تأكد عليه عشان خاطر يبدأ ان هو يكمل الخطوات معك بعد كده. مجرد ما هتتأكد كودي التحقق هيبدأ يدخل لك على الخطوة اللي بعد كده تضغطينا على كلمة اوافق وهتنتظر بسيطة لحد ما يدخل لك على النسخة الاحتياطية زي ما انت شايف هيجيب لك هنا بقى كل النسخة الاحتياطية اللي موجودة عندك على هسابي بالجوال درايف ده يعني مسلا كان عندك اكتر من النسخة انا كان عندي نسخة واحدة فانت تبدأ تشوف النسخة اللي انت عايزها من النسخة الاحتياطية للواتس اوب بتاعك انا مسلا اختار النسخة زي ما انت شايف بالشكل ده وضغطينا على كلمة دول لود وزي ما انت شايفة تبدأ تنزل دلوقتي بتسيبه لحد ما يخلص خالص العملية بتحصل بشكل سريع جدا تمام في المرحلة دي هتبدأ تختار الدولة بتاعتك عشان تختار المفتاح وبعد كده هتبدأ تضيف رقم التليفون عشان يعمل تحققه من الواتس اوب رقم التليفون المعمول بالواتس اوب فهتبدأ تضيفه بعد ما تتضيف الرقم التليفون بالشكل ده بتضغط هنا على تحقق بعد ما بيعمل تحققه بيقولك اتأكد انك انت عمل نسخة احتياطية من البيانات بتاعتك فانت كل عليك انك انت تتطبق الخطوات دي انك انت تتعمل نسخة احتياطية بعد كده تضغط هنا بالشكل ده وهتنتظر الصاني بسيطة هيبعد يبعد لك دلوقتي كود تحقق هتبدأ انك انت تضيفه عندك في المربعات دي بعد ما بتضيف الكود بالشكل ده هنا على تحققه مرة تانية. تمام كده خلاص هو عمل لك داول لود للواتس اوب خلاص كده داول لود واتس اوب باق اوب داتا ساكسوفلي هتضغط بس دغط هنا بالشكل ده. وفي المرحلة دي كل اللي عليك عشان تبدأ تستعيد جميع محادثاتك اللي موجودة على جوجل درايف توديها على الايفون. هتبدأ توصل جهاز الايفون اللي انت عايز تبعت عليه المحادثات بوصلة عشان يقرأ على البردنامج. هنبدأ نوصل الجهاز. كده الجهاز قرأ معنا بالشكل ده. كل اللي عليك في الوقت ده انك انت هيكون عندك على الايفون بتاعك تكون مسبب بردنامج الواتس اوب وطبعا تخليه بالشكل اللي انت شايفه ده. هتبدأ بعد كده انك انت تضغط هنا على ضغط بالشكل ده. عشان يبدأ ان هو يستعد لك المحاسات كلها. ودلوقتي كل اللي عليك عشان تكمل عملية النقل. اخر حاجة هتعملها انك انت تعمل تعطيل العصور على الايفون فانت كل عليك هتروح على الاعدادات عندك على جهاز الايفون. وتبدأ انك انت تروح تعطل العصور على الايفون. هتروح على العصور على الايفون تبدأ انك انت تعملها تعطيل. بالشكل ده. تمام هنبدأ ان احنا نعطله. طبعا هيطلبك بالقبل ايديا تبدأ انك انت تضيفه. تمام كنا خلاص عطلنا العصور على الايفون. هضغط هنا ضغط بالشكل ده. وضغط ضغط هنا بعد كده. هضغط هنا ضغط. هيبدأ يقول لك حدد نوع الملفات اللي انت عايز تنقلها سواء او 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 حتى زي ما انت عايز انا هقول له حدر الكل سيليكت اول وضعتينها ضغطة. وهيبدأ دلوقتي عملية النقل بتنتظر لحد ما تخلص خالص على حسب كمية الداتا اللي هينقلها. جميع المحادثات هيبدأ انهالك دلوقتي. تمام خلاص انا بيخلص في المرحلة الاخيرة. خلاص كده قال لك سكسوفلي ونقل لك جميع المحادثات. لو بسيت على جهاز الايفون دلوقتي هتلاقي ان هو عمل اعادة تشجيل. دلوقتي كل عليك هتروح تفتح الجهاز بتاعك. وهتروح على الواتس اوب. ومجرد ما تجي تفتح الواتس اوب هتلاقي عندك جميع النسخة الاحتلاطية بيتموجودة عندك على جهاز الايفون بتاعك الجديد. وكده يبقى انت قدرت تتنقل جميع المحادثات من جوجل درايف للايفون بطريقة سهل جدا وبطريقة بسيطة. انا جميل جدا زي ما شوفنا هتدر ان كده استخدمها سواء انك انت تتنقل جميع المحادثات بتاعت الواتس اوب من ايفون لايفون زي ما انت عايز لو ضغطينا على استارت تقدر انك انت تتوصل جهازين زي ما انت شايف هنا مسلا الجهاز الاولاني وتقدر تتوصل الجهاز التاني. طبعا تقدر تقلل لكل حاجة زي ما انت شايف رسائل محادثات اه فيديو اوديو ملفات كل حاجة تقدر تنقلها على طول بين جهاز لجهاز تاني بكل سهولة. وبكده انا شوفنا بكل سهولة قادرنا نستعج جميع محادثات الواتس اوب من الخاصة الايفون بتاعنا. يا رب بكل حلقة عجبتكم وكنوا استفدتم منها. ياريتم نسمع فيكم الشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.